ما تزال مئات العائلات النازحة من ريفي حلب الشمالي والشرقي تتوافد إلى هنا إلى معبر باب السلامة الحدودي وإلى خطوط التهريب هنا بالقرب من مدينة عزاز طبعا العائلات حتى الآن لم تدخل إلى الأراضي التركية وهي بحاجة لأدخول إلى الأراضي التركية ومعظمهم ينامون في الساحات وفي الباحات وتحت هنجارات معبر باب السلامة أو أما في باحات المساجد بعض المنظمات الإغاثية أقامت لهم مخيمات تقول أنها مؤقتة ولا ربما تكون دائمة بسبب حتى الآن عدم فتح البوابات التركية أمامهم معظم النازحين الذين قابلناهم قولنا بأنهم لا يريدون الخيام هم لم ينزحوا من بيوتهم لقامة في الخيام هم بحاجة إلى الدخول إلى أراضي التركية لأن ينعموا بقليل من الأمان حتى الآن العائلات هي تحت البرد القارس وتنام في الشوارع في الساحات أو أما في السيارات في معبر باب السلامة الحدودي خالد أبو المجد لأوريانت نيوز من الحدود السورية التركية